كريبة كانت بتخاف من الدكاترة عشان اكشف عليها حضرت لها مفاجأة في العيادة. وحبتها كتير جدا. تعالوا نشوف ايه هي. يلا 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 نمسك العصفور بتاعنا. يلا. يبا. يلا يلا اسمك ايه? يا سلام. يلا بص على الكاميرا بتاعتي. لأ النور ده. على الليل. شوف الليل. شوف الليل. شايف هراحل فين النور? شايف النور ده هنا في النصف? شوف ده بعيد خالص ازاي? خالص خالص. باية. ده بنسمي ايه? حوال خارجي يعني. يعني حوال البرة. راح نبقى بتخفيش مش هيعض. مش هيعض. يلا. خش خش. بص يراحلك ازاي? يلا شفت براح ازاي? يرايك. نحط فوق هنا. تاني? طب يلا. يلا. تعال يا عم عصفور. يعني نحط هنا. على بص كده زي التاج. ابا بابا بابا با. اجاب لك العصفور التاني كمان فوق. يبقى العصفورين. لكي تم تحرض ان تعال سأول مرة واحدة على رأسناه. يا سلام. هاهاهاهاهاها. شبت كل العصفير معاني جايش. العصفير. لا لا لازم نصلح الحاول ده بقى. مش معلق الجمال ده اللي معه على صفير الحلوة دي هنسيبوه بالحوال الواحش ده العملية سهلة بتاخد عشر دقايق وبنعملها في العينتين وبتبقى زي الفول بعدها خالص لو عندك او عند اي حد يهمك مشكلة فانية ما تترددش تتصل بي نفطة بيمي